الناب ياسين العيار يرفع تثقضايا ضد رئيس الحكومة الياسي الفخفاخ ويرشر وثائقا للرأي العام في تدوين نشرها يوم الخميس 18 جوان 2020 على صفحته الرسمية بالفيسبوك أكد ياسين العيار الناب عن عمل وأمل أن رئيس الحكومة لا حق له أن تكون له آسهم في شركة التعامل فقط مع الدولة لأن في ذلك تضارب مصالح هذه واحدة من ثلاثة شكايات والشكاية الأخرى تتعلق بالتجسس على المواطنين وما الثالثة فهي تخصي استغلاله لقصص سيد الضريف وهو من الأملاك المصادرة وفق ما أكده الأربعة الرقابة لهذا الأسبوع جزء الثنين مختلف قليلا بعض الشيء من حيث الشكل سننشر بعض المؤيدات ومن حيث التعاطي في ثلاثة قضايا كبرى القضية الأولى تجسس على تليفونات التوانسة الحكومة قالت معطيات كمية لا شخصية من تأكد من هذا لا أحد الرقابة القبلية ما صارتش مع الهيئة ملف متكامل ولا الرقابة البعدية لا أحد يعلم شنية المعطيات وين مخزنة شكون شابها شكون استعمالها وكيفاش لذلك طلبنا من كل الأطراف اللي عندها علاقة بالموضوع تمدنا بكل المعطيات والعقود التثبت القضية الثانية قصص صيد الضريف اللي من الأملاك المصادرة بأي حق يتصرف فيه رئيس الحكومة القضية الثالثة رئيس الحكومة يخرج من الوزارة في سنة 2014 يأخذ توكين من شركة فرنسية الهدف يجيب لها صفقات مع الدولة ثم يؤسس مجتمع عبر شركة فيمن بنفس الهدف في 2017 أصبح له ثلثين أسهم الشركة اللي أخذت صفقات حكومية فيها شبهات وذلك موضوع سنتناوله في وقته واليوم الشركة امتاعه عند حريف وحيد الدولة وهذا جريمة تضارب مصالح وإثراء غير مشروع عند الشكاية الجزائية المراسلات للسادة الياس الفخفاخ ومحمد عبو المراسل سيشوق الطبيب والمؤيدات في طار الشفافية وكما جدت العادة وتعميما للفائدة ننشر الآسلة والمستندات ونعد بنشر كل التطورات حال حدوثها عن فريق نزع الريش النائب عن أمل وعمل يسين العياري هاشتاغ الدور الرقابي هاشتاغ ما ينفع الناس هاشتاغ خضراء رقمية هاشتاغ أمل وعمل شكرا لحصن المتابعة والسلام عليكم وحياكم الله إنما كنتم هذا هذه قناة ملكار السلام عليكم